السلام عليكم اليوم نحضر وصفة طيبة و لذيذة اليوم نحضر شاورم اللحمة بالبيت بتتبيلة طيبة بطريقة سهلة و بسيطة هلأ نذهب لطريقة التحضير بسم الله أنا لدي لحمة خاروف هذه القطعة التي تكون بالظهر هي قطعة كثيرة تكون طرية و فيها دهون قطيب ممكن تستعملوا كمان لحمة العجل الصغير بس يكون طري لازم تكون اللحمة تكون معنا طرية هلأ بدي قطعة تقطعة الشاورمة أنا عندي هنا كيلو لحمة يعني قطعة هيك كثير رفيعة هيك صار عندي جاهزين بس نصيحة وقت بتكون تقطعوها يعني حطوها شوي بالفريزة خلي اللحم شوي هيك جامدة بتتقطع معكم طبعا أسرق هلأ إن شاء الله بدنا نتبه للحمة أنا عندي هون كوب لبن لبن زبادي أو يوغورت أنا هون بشرة بصلة وأخذها بس ميتة ببشرة بالبشرة أو ممكن تتحنوها بالمحضرة الطعام تحطوها شوية ملح طبعا بصلة عندي هون ربع كوب زيت زيت نباتي أو زيت زيتون كمان بصير أنا عاصرة هون نص ليمونة طبعا أنا لأني لحمة كتير طرية إذا لحمة تكون قاسمة تحطوا بدالي الليمون معلقتين خل بس إذا كانت اللحمة طرية حرم واحد يحتطلها خل عندي هون البهارات معلقة صغيرة من كل شي عندي بهارات السبعة طبعا أنا هي عاملتها في فيديو سابق موجودة بقناتي بهارات السبعة فيها كل أنواع البهارات وعندي فلفل أسود ومعلقة صغيرة بابريكا وتون بودر بس الهيل عندي نص معلقة من تعفوا الهيل طعمته قوي عندي هون معلقة زنجبيل طبعا إنزا فريش طبعا بيكون أحسن إذا مو متوفر لفريش ممكن نستعمل البودر كمان بصير أنا هدا الزنجبيل حاطته بالفريزة وأنا عاملته بفيديو سابق بس إسا شوفوا جمدان شوي مو لايب على الأخير متل ما قلت لكم إذا مو متوفر لفريش نحط بودر كمان بصير بدي حط هون معلقة صغيرة ملح طبعا بهاي المرحلة ممكن تدوقوا وهي التتبيلة إذا بدي حمود بدي ملح هلأ بنزل هاي اللحم 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 قطعناها شاورمة نخلطها كتير منيح جدة تتبيلة كتير ريحتها طيبة هيك صارت عندي تمام برجع على هاي الصينية الصغيرة هلا أنا بدي غطيها طبعا هون كل ما خليتوها بالتتبيلة طبعا بيكون أحسن ممكن 3-4 ساعات ممكن تبيتوها لتاني يوم بالبرات أنا بدي حطها بالبرات لابكر إن شاء الله منكمل هلا إن شاء الله بدنا نساوي التاراتور عندي هون نص كوب لبن يوغورت أو زبادي بدي حط علي هون نص كوب طحينة حطنا رشة ملح عندي هون سنتوم ان هون عاصرة نصليمونة تخلطون كتير من حمابة شايفينك صار عندي سميك أنا لازم أخففه بشوية ماء هيك تمام صار جاهز هلا إن شاء الله بدنا نساوي البيواز أنا عندي هون شي نص كوب بقدونس عندي هون بصلة هون هيك قطعتها جبانح بتريده أحمر بتريده أبيض نحط له هون هيك معلقة صغيرة سماء تخلطون مع بعضهم نكستار جاهزي هلا إن شاء الله بدنا نقلي اللحمة طبعا ضروري اللحمة نحطها بالمصفايق ونصفي منها المي ضروري يعني هاي تخطوه مشان اللحمة تتقلى معنا تقلاية ما تنسى الأسلق أنا بدي حط هون معلقة سمنة طبعا ممكن تحطوا زيت كمان بيصير وفي ناس حتى بيقلوا بدهنة كمان بيصير يلا استنى حتى تحمل السمنة منيح أنا حميت هيك عندي السمنة بنزل اللحم شوي شوي شايفين أنا صفيته ان المي بقى تلتغلي وترجع تطلع منا مي يلا انا بغطيها وبستنى حتى تنشف ميتها وبتكون استوت مية بالمية باللحمة أنا عندي كل اللحمة نشفت ميتة وتقلق واستوت طبعا لازم نشوفها شايفين استوت هون ارجع حطلك نسمة علاقة صغيرة بهارات السبعة طبعا بهارات السبعة فيها كل البهارات أنا عملتها بفيديو سابق الوجودة عندي بالقناة بحط الكونيهات نضغلوا بس اذا بتحبوه بقلية شوي مع البهار صارت عندي جاهزة طبعا نصيحة لا تنشفوه كثير مشان نظل اللحمة طرية هلا بطالعها ان شاء الله صار وقت ان نلف الصندويشة طبعا كل شو جاهز عندي هاي اللحمة صارت عندي جاهزة والبيواز والمخلى لللفت طبعا أنا كمان هذا عملته بفيديو سابق او اذا ما بتوفر ممكن تحطوا بداله مخلى الخيار كمان مخلى الخيار انا عملته بفيديو سابق طريقة كثير حلوة وهذا الطراطور كمان عندي جاهز ودبس رمان اذا بتحبوه تحطوله يلا مبلش بسم الله انا بدي الف بخبز عادي خبز عربي وممكن يلف بصمون ممكن بخبز صاج انا بدي احط سك شقفة خبز صاج مشان تعطي هاي القرمشة ممكن تلفوه حتى بخبز صاج عادي يلا بسم الله نحط من هذا الصوف اللي كتير طيب نحط لحمه نحط اللي مخلى اللفت وهذا البيواز اذا بتحطو تحبو كمان هيك شوية دبس رمان كمان بيعطيت نكها كتير طيبة كمان هاد دبس رمان انا عاملته بفيديو سابق هذا شغل ايدي كمان طبعا بالمحلاتك بيحطولها خبز صاج مشان تعطي هاي القرمشة كمان ان شاء الله بدنا نحمس الصندويشات طبعا بصير اطياب هاي نفس المقلاية اللي انا قليت فيها اللحمة بس شلت الدهن شايفين؟ وخليت بسك شوية صغيرة بقلب المقلاية طبعا ممكن كمان تسوه على السخامة الكهرباء طبعا قبز هايك شوية انا عنديك تحمصه من اقوال طرف شايفين؟ طبعا هاي بس قبل ما قلبهم بده هايك كمان شوي من هاد الدسم بقلبهم على الطرف التاني مشان يتحمصوا كمان شايفين؟ هايك تحمصوا مطرفين صبعا انا هايك تفاصلوا في هذا البرد شخص بدرجتكم البرد شخصوا البرد شخصوا البرمشة شخصوا البرد شخصوا البرد بتصير انا شخصوا البرد هاي صحن الشاور من اللحمة صار عندي جاهز جد ولا اطيب من هيك شغل البيت شغل اليد بتعرفوا النظافة على ايدكم غير شكل بتحضروف ولا اطيب من هيك بتمنى يكون عجبكم بتمنى طبعا اذا عجبكم ما بتنسونا حطونا لايك مشتركوا بغناة زمنكم مشتركين واهل وسهلة بالجميع والسلام عليكم